أولوية كبيرة لتطوير وتعزيز العلاقات المشتركة أظهرتها كل من مصر وتنزانيا لا سيما الاقتصادية منها وذلك في جوانبها كافة التجارية والاستثمارية والتنموية لذلك كان الملف الاقتصادي على قمة أولويات تعاون المشترك في كل لقاء أو اجتماع مشترك أو زيارات متبادلة بين الدولتين تتويج للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دار السلام في أغسطس 2017 قالت وزارة الاستثمار في تنزانيا أن مصر أصبحت من أكبر عشر شركاء اقتصاديين لتنزانيا في إفريقيا لافتة إلى أن مصر دولة متقدمة في معدلات الاستثمار ومستوى وخبرات تصنيع فضلا عن إدارة رأس المال والسياسات النقدية ما قد يمكن دولة تنزانيا من الاستفادة من هذا التقدم وعلى صعيد التبادل التجاري تبذل مصر وتنزانيا جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية على أمل أن تساعد اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2019 إلى مضاعفة التجارة البينية بين الدول الإفريقية اهتمام ملحوظ من قبل العديد من الشركات المصرية بالاستثمار في تنزانيا بما يعظم الاستفادة المشتركة من نقاط القوى والخبرات التي يتمتع بها كلا البلدين خاصة بعد تحديث وتطوير الأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بتحسين مناخ وبئة الاستثمار والأعمال في تنزانيا وهو ما شجع رجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار في تنزانيا فقام كثير منهم من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية بزيارة لتنزانيا بغرض الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزاني الاستفادة التنزانية من الخبرات المصرية في قطاع البناء والتشييد تجلت في التعاون المشترك لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا والذي وقه رئيس سيسي بتقديم كل الدعم لتنفيذه حرصا على تحقيق التنمية لدى الأشقاء الأفارقة